وأنا نقول لكم منذ 22 فبراير راه وقعت أخطاء جسيمة من طرف الدولة والنظام ومن طرف المعارضة أيضاً من طرف الحركة الشعبية منذ قليل والله رجعت إلى حوار لقاء برنامج تليفزيوني درته مع قناة الحرة كان يوم 23 مارس 2019 يعني بعد شهر من اندلاع الحركة الشعبية وراح نعود ننشره لكم وش قلت حينه لما طالبتم جابوا معي واحد الضيف جزائري شاب جزائري لأول مرة يظهر في الإعلام أنا ذاك وبداي يتحدث بأنه ما نريد قيادات ما نريد شيء الحراكرة هو شعبي نهار يسقط النظام بعد ذلك جي مرحلة القيادة وقلت قلت غالط ماهوش منطق هكذا مشكلة الشارع الجزائري أنا رح نتكلم هذه الفيطة لقضيتها كلنا نتكلم عن أخطاء السلطة خليني رح نتكلم شوي عن أخطاء الحركة الشعب شهدة الجزائر أمس جمعة خامسة من الاحتجاجات الحاشدة جدد فيها الحركة الشعبي رفضه الولاية الرئاسية الخامسة حشود أمس انضم لها مزيد من القوى السياسية والمكونات الشعبية والمهنية أيضا وعلى عكس الشارع صمت على المستوى الحكومي لا تصريحات ولا مواقف رسمية سبقت جمعة الاحتجاجات أو تخللتها ولا حتى تلتها ووسط هذا المشهد تساؤلات حول مدى تقبل الشارع المحتج انضمام أحزاب المعارضة والموالات إلى صفوفه مع استمرار المسيرات الحاشدة المطالبة برحيل النظام لا يبدو أن الجزائريين عازمون على الغياب عن ميادين التظاهر ويبدو أيضا أنه بات مستحيلا التوجه إلى ندوة وطنية لسياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وفق ما يقوله المتابعون للحراك الشعبي فالشعب الذي أطلق العنان لصوت يقول إنه ظل مكبوتا لسنوات طويلة يؤكد في كل مظاهر على مواقفه الرافضة لمقترحات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للقيام بإصلاحات يشرف عليها شخصيا بعد أن تجاهلها على مدى عشرين عاما من الحكم وعينه على تمديد الولاية الرابعة لم يعد الشارع الجزائري المندد بأجندة السلطة يفكر في العودة إلى الوراء فهو يعبر خلال المسيرات ذات الأعداد القياسية عن وحدة مطالبه بما في ذلك الاعتراد على أي تدخل أجنبي أو استقواء بالخارج وبعد خمس مسيرات عارمة في العاصمة ومدن أخرى ينتظر الجميع استجابة من النظام للمطالب الشعبية فمن غير المعقول حسب محللين أن يستمر النظام في تجاهل شعارات المحتجين فيما تتمسك دائرة بوتفليقة بتغليب مصلحتها وبين جهود عقيمة لرئيس الوزراء نور الدين بدوي لتشكيل حكومة جديدة وتصدع الائتلاف الحاكم وانقسام أعضائه أكثر من أي وقت مضى بشأن الموقف الواجب اتخاذه يرفض الحراك الشعبي بشدة التحاق شخصيات من الموالات بصفوفه رسائل الحراك كانت واضحة لمعسكر الرئاسة فما كان على الأخير إلا العزوف عن النزول إلى الشارع ومثل ما استجاب أعضاء التحالف الرئاسي لهذه الرسائل يأمل المتظاهرون أن يدرك النظام بجدية مطالبهما المناهدة لخريطة طريق السلطة الحاكمة وما تتضمنه من قرارات في إطار ترتيب شؤون البلاد في المستقبل يضم إلينا من الجزائر الناشط الإعلامي والسياسي الجزائري محمد عزروق قوة من فاريس معنا الكاتب والمحلل السياسي الجزائري أنور مالك أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك ضيفي من الجزائر أستاذ عزروق لماذا هذا الصمت الحكومي؟ هل بقي حكومة؟ هل بقي هناك سلطة؟ أليس هذا هو التفسير الوحيد بأنه لم يعد هناك أحد ليتكلم أصلا مرحبا بك ومرحبا بضيفك أستاذ الكريم بداية المشهد في الواقع الجزائري الآن يدعون للتساؤل أو إرسال رسالة إلى السلطة لماذا لم تستجق لحد الآن لمطالب الشارع؟ الجماهير الجزائرية على اختلافها وعلى تنوعها تنتظر الآن ردة فعل بعد خمس جمعات سلمية حضارية أبرزت للعالم تحضر وسلمية هذا الشعب وسقف المطالب التي أرفحها ننتظر الآن الجماهير الجزائرية تنتظر ردة فعل تكون على مستوى المطالب الجماهيرية ولكن هناك من ينتظر أن يكون لكم صوت موحد وشكل واضح اليوم لا يوجد متحدثين باسم الشعب لا يوجد المعارضة ربما تحاول أن تشرع أكثر اليوم في البيان الذي أصدرته قبل قليل لا يوجد قيادة واضحة تلامون على ذلك ولا لا أستاذ عزروق جميل حتى نفرق هناك الشعب وهناك المعارضة خلط الشعب بالمعارضة غير سليم الشعب يرفض حتى المعارضة لأن المعارضة إلى حد تقنية لوجود السلطة في مراحل سابقة المطالب الشعب هي واضحة المطلب الأول هو رحيل هذه المنظومة كبداية ثم بعدها تأتي المرحلة الثانية هي مجلس رئاسي أو حل قانوني شوف كل الحلول تأتي بعد المرحلة الأولى التي هي تنحي هذه المنظومة بعدما تتنحي هذه المنظومة هناك يجتهد العقلاء يجتهد أهل الرأي يجتهد رجال القانون يجتهد الخبراء الموجودين بكثرة في إبراس حل للمسألة للوضع الراهن أما المعارضة لا تمثل إلا نفسها لو شفت معي أنت في المظاهرات الماضية أغلبية المعارضين التي خرجوا تم طردهم من الشارع الوزاح النون حتى لا نسمي شخصية معينة في الكثير منهم تم طردهم من الشارع لماذا؟ لأن المعارضة إلى حد ما ترسخت لدى الشعب الجزائري بأنها نسخة أخرى من النظام لا يمكنها أبدا أن تمثل مطالبه مطالب الشعب تمثل بشكل جماهيري يمكن أن تبرز في الأيام القادمة قيادات في المرحلة الراهنة إبراز قيادات هو تشتيت للحرك لأن إبراز قيادات هو تفتيت وظهور لبعض المصالح الضيقة لفئات معينة الآن صوت الشعب صوت واحد كما برز في المظاهرات الماضية سواء عربي سواء أمازيغي سواء قبائلي سواء ترقي كل الأطياف الجزائري الآن تعبر على أنها صوت واحد شعب واحد يريد رحيل هذا النظام كلية ثم بعدها نفكر هذا هو الهدف الأول طيب أستاذ أنور برأيك الصمت اليوم الحكومي انتكاسة لنظام بوتفليقة خصوصا بعد أن ألقى الجيش لربما بثقاله خلال الفترة الماضية خلف المتظاهرين أم تعتقد أنها مناورة مبدئية اليوم؟ في البداية أحييكم وأحيي الذهب الكريم والمشاهدين الكرام بلا أدنى شك أنه الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه أنه لا يوجد نظام بمعنى الكلمة سلطة النظام موجود لكنها سلطة غير موجودة منذ سنوات الرئيس بوتفليقة اختزل السلطة في ذاته وعندما غاب صارت السلطة مشتتة تتمثل في بعض الوجوه حكومية ووزراء وجه أحزاب كلها التي تدعي أنها تتحدث في السلطة لذلك لما وقعت هذا الحراك الشعبي الذي رفض في البداية العهد الخامسة ثم رفع سقف المطالب برفض التمديد ثم رفع مطالبة بتغيير النظام وهناك من يطالب بإسقاط النظام ونحن نعرف في مثل هذه الحالات أن المطالب تتصاعد لأنها لا توجد هناك قيادة ثابتة للحراك حتى تكبح جماح الحراك وتخليه يمشي في إطار محدد من أجل تحقيق الأهداف بصفة مرحلية وهذا ما حدث في الثورات التي سميت بالثورات العربية التي سقطت في هذه المتاهات وهذه الأشياء أما بالنسبة أنا ذكر للضيف الكريم كلمة المعارضة الشارع لم يرفض المعارضة الشارع رفض أحزاب السلطة أو المعارضة الرسمية تتمثل في أحزاب معتمدة لدى الدولة تمارس المعارضة وفق مزاج النظام الحاكم أما المعارضة غير الرسمية تتمثل في أحزاب معتمدة لكنها تعاني ومقصية على مسار حكم بتفليقة وهناك أيضا مناضلين وشخصيات سياسية وهناك أيضا أحزاب غير معتمدة أصلا هذه لم يرفضها الشارع لذلك لا نقول أن الشارع الجزائر رفض المعارضة أحزاب التي تلعب دور المعارضة في مثل هذه المعارضة يعني لو لم تذكر ذلك أستاذ أنور كنت سأسأل ذلك لأستاذ محمد يا أستاذ محمد يعني معقول صفت كل هذه المعارضة الآن اليوم طلقى ولا يتم يعني لربما قبولها من قبل الشارع هذا اجتماع أخير قبل عدة ساعات وخرجوا بخارطة الطريق وفيهم فاعليين ومؤثرين وسياسيين ويعني اتفق الجميع وأكدوا على أنه ولن يكون هناك ترشيح منهم في الفترة المقبلة كيف لك أن تقول لي بأن الشارع كله كل الملايين نزلت إلى الشارع ومتقول لي أنت وحدك يا أستاذ محمد وبعض الجهات البسيطة بأنها رفضت المعارضة ما كمان فيه لا يجب أن يكون منطق في الموضوع ردا على أستاذ أنور يا سيد محمد جميل شوف يا أخي المعارضة التي تمثل السلطة أكيد مرفوضة حتى نشرعين هذا المصطلح مصطلح المعارضة بداية ماذا نقصد بالمعارضة حتى نفهم إذا كانت المعارضة التي تمثل الشارع الشارع كله يرفض من يمثله الآن الجماهير ترفض أن يتقيد أو أن يترأسها رأسها شخص معين ليس منطق هذه بداية من المفترض أنك ناشط سياسي وتعرف بأنه ليس منطقيا أن لا يكون هناك قيادي أن تترك الأمور على هواها يا رجل من أين يستمد الشارع شارع عنات المرحلة المقبلة إذا المادة ستة وسبعة من الدستور ليس واضحة في موضوع السلطة والشعب يستمد سلطاته أو الشعب هو سيد السلطة يعني في خلاف كبير بالموضوع يا أستاذ محمد جميل حتى تفهمني أنا قلت لا يمكن أن يكون قائد في المرحلة هذه حتى ترحل الإفاضة بعدما ترحل هذه المنظومة كلها المنظومة التي أضرت البلاد لمدة عشرين سنة بعدها ستبرز شارع يبرز قياداته القيادات هي مجموعة من النخب مجموعة من الكفاءات مجموعة من الإطارات معروفة لدى الشارع نزيهة نظيفة لديها قبول جماهيري ولكن ليس في هذه المرحلة الآن إبراز قيادات في هذه المرحلة هو تشتيت للحرك وتضييع للوقت وسبق أن برز ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت العديد من القوائم وصار فيه نقاش حتى على الفيسبوك ومع ذلك رفضت هذه الفكرة يا رجل بدك تقنعنا يا أستاذ محمد بأن كل الفئات الجهوية وكل الفئات الجزائرية ستتفق بعد زوال خلينا نفترض نتبنى فكرتك أنه ستزول كل المعارضة أو الأشخاص كلها ستتفق على شكل واحد ستخرج به وتقدمه عن الجزائر دون وجود أي انقسام عمودي فيما بينها طيب خلينا نأخذ هذه النقطة لأستاذ أنور وارجع لك فيها تماما أستاذ أنور هل تعتقد بأنه بالفعل سيكون هناك وحدة شعبوية يعني لا أستطيع أن أعرف أو أفهم صراحة قضية كيف يمكن إنهاء الوجود وجود الشكل المعارضة القديم أو الوجوه السياسية القديمة حرقهم مثلا ونأترضهم خارج البلاد لا أفهم ذلك صراحة نتفضل يا أستاذ أنور أنا أعتقد أن هذا المنطق يعني كلام غير منطقي أصلا أن الشارع لا يكون له ممثل كأن السلطة يجب أن تسقط وبعد ذلك يذهب الشارع ولكن حقه حقه أن يقول لك حقه كمان أن لا يكون له ممثل هنا خوف من تصاعد مثلا موجة إسلامية كمان حقه أستاذ محمد أن لا يكون له ممثل لا والله مع احترامي للشخص هذا طبعا هو حق وجهة نظر وما أحترمها ولكن أنا أيضا أعطي وجهة نظري أنا أقول الآن مطالب الشارع أصلا صارت تحدد من خلال اللفتات التي ترفع وما يكتب في الفيسبوك ولكن كواجهة معينة هي التي تعبر عن هذا الحراك لا توجد لحد اللحظة لا توجد هذه الواجهة والذي يخشى في مثل هذه الحالات أن الأمور تتصاعد بطريقة آلية قد تصل صار كل واحد يستطيع يفتح صفحة في الفيسبوك ويعبر على نفسه كأنه هو يمثل الحراك لنفر ذا السيدي لماذا الحراك لا يهعين حتى ممثلين ويذهبوا لاستيلة للسلطة تفضل بالإجابة يا أستاذ محمد تفضل بالمستمرات عندما تجعل أعطينا إجابة يا أستاذ محمد ينتهي الأمر أنه بالحوار يعني بين الطرفين أعتقد أن الواجه تسمعوني؟ نعم تفضل يعني أنا فقط أدير الوقت هنا بإمكانكم مقاطعة أحدكم لآخر مباشرة يعني تفضلوا جميل شوف يا أخي تعيين تعيين قادة للحراك الآن هو فتح فرصة لاختراح الحراك لماذا؟ لأنه سبق يعني في التجارب السابقة في الدول العربية أو في الدول المجاورة أنه فيه كان ممثل للحراك وتم اختراق الحراك وتم تنثيل شركة لا بس نجحت في النهاية يا أستاذ محمد لا تعبر عن مطالب الشركة نجحت في النهاية نعم ما بتقدر تقول يعني لم تنجح مو كلها ليس بالضرورة كلها نجح لا أعتقد نعم لا أعتقد أن يكون هذا نعم وفيه تجارب نجحت بشكل نهائي أيضا لماذا لا نراهن على هذا الشيء الذي يجي التخوفات أخي الكريم وأنا معه يعني في كلامه تخوفاته تقول بأنه إذا تم تعيين ممثل للحراك ستظهر الأطماع وتحدث الاختلافات وتظهر الإديولوجيات هذه تحدث تحدث ولكن يجب أن يكون يبدأ من البلدية ويمر بالدائرة ثم الولاية ويصل إلى العاصل أن يكون الناس اللي يمثلوا الحراك لا يكون لهم أي أطماع في السلطة بل يقودون الحراك إلى شاطئ الأمان ثم يعودون إلى بيوتهم كالتزام أخلاقي حتى يقطع الطريق أمام الأطماع بلا أدنى شك ولكن إذا بقي الشارع يتحدث بهذا المنطق جاءت الأحزاب تبعا رسمية الآن تريد ركوب الحراك لأن الحراك لا توجد له واجهة سياسية ولا يوجد حراك ينجح إذا لم يكن له واجهة سياسية متفق عليه في تحديد المطالب وتحديد التوجهات وكبح جماح العواطف التي غالبا ما تؤدي إلى الانهيار والله أنت تتكبح أستاذ محمد طب خلينا نسمع أستاذ محمد تفضل يا أستاذ محمد نعم شوف يا أخي هو بداية ينبغي أي حراك شعبي أو أي عمل أن يحدد له الأهدف الهدف ينبغي هدفنا الآن الدرجة أولى هو رحيل هذه المنظومة دعنا نركز على هذا الهدف ثم بعدها تأتي اختيار من يمثل الحراك يعني استباق الخطوات هو تضييع لجهد الحراك المرحلة الأولى ينبغي أن ترحل هذه المنظومة بعد ما ترحل المنظومة ستبرز القيادات بالتأكيد لا بد أن يكون هناك من يمثل الحراك وينبغي للشعب الجزائري أن يرضى بأكثر الشخصية قبولا بالنسبة إليه مهما كانت مختلفة من ناحية معينة بس في مؤسسات دستورية قائمة يا أستاذ محمد يعني لا يمكن إفراغها من محتواها اليوم في مؤسسات دستورية قائمة كيف سترحل ماذا لو قالت لكم السلطة تعالوا ارسلوا للمؤمنين يعني يعني كمان لدى يا أستاذ أنور لدى أستاذ محمد وجهة نظر سديدة أيضا يعني بشكل أو بآخر لأنه هذا استناد إلى دستور الرجل يتكلم عنه يعني السلطة من الشعب بالآخر يعرفت ولكن الآلية يا أستاذ محمد نحن نناسنا ضدك أنا أقول لك من الصحافة الآلية صعبة يعني طريقة ترحك للآلية هي صعبة القبول ربما يا أستاذ محمد نعم جميل جدا أنت الآن تقول لي يعني ماذا ينبغي أن يحدث تمام هو كم حلول قانونية مختصين قانونيين عندهم في أول شيء استقالة الرئيس هذا حل مبدئي وهو الحل الأمثل ومن بعدين يقود رئيس مجلس الأمة يعني المرحلة هذه لمدة معينة التفاصيل القانونية لا ندخل فيها وهناك الحل الثاني هو تشغيل المادة 102 إعلان شغل المنصب يعني هذه كلها حلول قانونية أنا الآن أقول لك مطلب الشعب بدون تفاصيلها هذه تفاصيل رح ندخل في التفاصيل كيفية تطبيق هذا يعني هذه تفاصيل الذي أريد أن أقولها الشعب بدرجة أولي الآن يريد أن ترحل هذه المنظومة ثم بعدها الهدف الثاني الخطوة الثانية هي تبرز قيادات من الحراك وهي كثيرة جدا والجزائر واللادة ولدينا من النخب ما يكفينا ولدينا من الكفاءات ما يمكنها أن تفاصيلها لا 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 يا أستاذ أنور اليوم نحن ظلمنا كثيرا يعني أستاذ محمد وأعذرني لم يتبقى لم يتبقى الكثير من الوقت في المرة المقبلة ربما أستاذ أنور سأسمع لربما لا لا أنا ظلمتني أنا شكرا جزيلا لك يعني نتمنى لأنصاف قدر الإمكان يعني نحاول جهدنا شكرا لك من الجزائر الناشط العلامي والسياسي الجزائري محمد عزروق ومن باريس الكاتب والمحلل السياسي الجزائري أنور مالك شكرا جزيلا لكم شكرا